مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله عليكم ملخص لحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين لكن الطقس بيكون بارد نسبي أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر يميل إلى أن يكون لطيفا في ساعات الظهيرة بإذن الله ويوم الثلاثة إن شاء الله هناك انخفاض على درجات الحرارة وأنطار متوقعة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نراهض أن المملكة ستكون خلال اليومين وقادمين تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى قليلا وبالتالي يطرأ ارتفاع تدريجي وقليل على درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين والأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا أيضا هناك فرصة كبيرة لتشكل الضباب الرطوب النسبية مرتفعة 98% وبالتالي يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهود وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحطة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا مهارا العظمى 15% والأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والصغرى 7% الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل ما بين 2 إلى 3 درجات الحرارة العظمى 17% وأثناء الليل أجواء غائمة جزئيا وأيضا تتكاثر الغيوم وتتهيأ الفرصة تدريجيا لسقوط زخات متفرقة من المطر والصغرى المتوقعة 9 درجات الثلاثة انخفاض واضح على درجات الحرارة وأيضا تتكاثر الغيوم وتسقط زخات من الأمطار على فترات بإذن الله في معظم مناطق المملكة العظمى المتوقعة 14% والصغرى 6 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ففي المناطق الشمالية أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا والحرارة العظمى في إربد 14 والصغرى 8 عجلون 17-10 جرش 18-10 والمفرق 17 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 16-11 مأدبة 16-8 عمان 15-7 بحر الميت 25 إلى 16 والزرقاء 18 إلى 8 درجات مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 17 إلى 6 الطفيلة 15-8 الشراه 14 إلى 6 درجات إمعان 18 إلى 8 وخليج العقبة 21 إلى 14 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية الأزرق 20-8 الصفاوي 20-6 ورويشد 18 إلى 5 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله